موسيقى دعاية المركزية النقابية فيدرالية الديمقراطية للشغل لهذه الوقفة الاحتجاجية بسبب غلاء الأسعار الحكومة لا استجبت العديد من الرسائل التي كانت تبعثت من جهة المركزية أو من جهة النقابات الوطنية التي أكثر تمتيلها بخصوص عدة مشاكين المحروقات اليوم جاءت هذه الوقفة التي أكدت الحكومة ومعليها أن هذه الغلاء الأسعار والغلاء المحروقات وتضيق على الحرية النقابية خلق هذا اليوم اليوم 13 فبراير لأن احنا جيناك نأكدو على أساس أننا سوف تحلوا العديد من المشاكين الناس لا يبقى قادرة لأن الموسم الجفاف نحن فيه لا نستطيع أن نحن فيه غلاء المواد الأساسية وغلاء المحروقات وغلاء العديد من الأمور التي خلتنا نخرج اليوم على الحكومة التي كانت جاءت بوعود لحد الآن نعتبرها وعود كذبة بالنسبة للقطاع وهو قطاع النقل الطروقي لأن المحروقات أصبح تشكلوا ما يفوق 70% من الصائر للصفريات النقلية وبذلك كنا صيفتنا أحلانية مرسلة لرئيس الحكومة كنا طلبوا فيه الجلوس على طاولة الحوار لكي نرى القضية المحروقات اللي أصبح الوضع كاريتيين بالنسبة للقطاع النقل الطروقي كاريتيين بكل مقاييس لأن هامش ديال الربح كي يديوهن أصحاب أصحاب يعني الشركات ديال البترول دونك اليوم احنا جينا باش ندافعوا على هذك الربح ديالنا اللي دولنا هاد الناس اللي من بعد واحد شي كي كنت وجهت لمجلس المنافسة اللي احنا كنا كنا نعتقدوا أنه سيتم الحسم في هذ الموضوع ديال المحروقات إلا أننا اصطدمنا مع واحد الجدار اللي كيقول بأن هذ الموضوع ديال المحروقات صراح مشال في إطار واحد واحد يعني كما كيقوله مشال واحد دراسة اللي فيها بزاف ديال المتداخلين لأنه مقدروش يفكوا هاد المشكلة ديال المحروقات احنا المحروقات كنقوله بأن من الفين وخمستاش وهامش الربح يتقلص إلى يومين هادا اللي أصبح هاد الربح شبه معدوم نحن نطالب الآن من هاد الشركات البترول أنهم يرضو المستحقات ديال الناقلين لأنها أرباح خيالية دخلت للجيوب ديالهم اللي غير مشروعة هذا يؤكده ما جاء في الدراسة اللي دارتها اللي دارها مجلس منافسها والأسعار اللي إحنا حضرنا لها إحنا أصحب شكاية حضرنا الأطوار هادك الجلسات وكتشفنا على أساس أن هاد الناس ديال المحروقات أصبحوا ينصيبون على المغاربة احنا دابا في المشاكل اللي عندنا مشاكل عديدة احنا دابا كنقوله غير نعيشوا بعدها نهربوا من الإفلاس لأن الإفلاس كيدور بمقاولة نقلية مؤخرة لأحد درجة اللي ما تصورش على البل لأنه كان بعض النقلين اللي وقفوا الشاحنات ديالهم ووقفوا الصائقين المعنيين ديالهم إلى حين نشوفوا هذه القضية ديال القذوة لأن الناقل كيدير المازوت ويخلص الطرس والبنوات والشيفور والشارج السوسيو وما كيشرب حها بعض المرات كيزيد الناقل من جيبو باش يوصل واحد سلع الواحد منطقة من المناطق النائية حلما طالب عندنا عديدة ولكن المطلب الأساسي الآن اللي عليه حنا درنا واحد نصيق رواعي مع النقابات اللي أكثر سمثلية اللي يومتين والجتين والوينتين على أساس أننا غللا غلدي نخرجوا في إضراب وطني ما فيش غير الشاحينة بوحدهم لأن المركزيات ديالنا الحمد لله عندهم الحافلات عندنا عندنا سيارة الأجرة دونك حنا كننسقوا مع بعضياتنا باش نخرجوا للإضراب وطني شامل إلى حين الوقوف على هذه الأفة ديال المحروقات أولا كان عزيو الأخ اللي كانت الأخ المحمودي اللي توفق في الدير المالي مؤخرا إطراح هذه تتسير اللي ما ما كانش يعني واحد المتابعة من طرف المسؤولين في دولة مالي وحنا كان نشدو يعني الوزارة الوصية أنها تشوفنا مع وزارة الاقتصاد والمالية باش نديرو ديال ديال السيرانس سوى مالادي سوى أكسيدنتيل وحتى التأمين بالنسبة للشاحينة لأننا لا يعقل أن الشاحينة ديالنا عندهم تأمين حتى القرقارات فقط مع الحين أن الشاحينة التي تتوجه إلى الدول الأوروبية فهي مؤمنة دون كناش دو وزير النقل واللوجيستيك أنه يدخل في هذا الموضوع يشوفنا مع وزارة الاقتصاد والمالية باش يشوف هذا القضية هذه ديال تأمين سائقي المهنيين والتأمين حتى المركبات ديالنا لأنه غير البارح جتنا واحد الأخبار ديال واحد الأخب في موريطانيا أو تاني شعلات العافية في الشاحينة دياله مش لي باسبور دياله مش لي ورقاته الشاحينة أصبحت عبارة عن رماد في الطريق دونك ما كيش تأمين يعني راه هاد ناقيله لها هاد المركابة ضع فيها مولاها هباء المون بالتب دونك احنا اللي يبعد عنا البلاو والباس كنقولوا المهنيين أنهم غادي نتجمعوا وغادي نشوفوا شركة تأمين احنانية باش نشوفوا هذه القضية ديال المالادي وديال الاكسيدون ديال السائق المهاني وفي الأخير كنبغي نأكد على اه عنا الاخوان ديالنا اللي كي يمشيوا لدول ديال جنوب افريقيا ديال جنوب غرب افريقيا انهم يتكتلوا مع بعض اياتهم ويديروا واحد لأيطار لان احنا ما عناش سائقين المهانيين في النقابة ديالنا عنا الباترون ولكن كنقول له هاد السائقين انهم يتكتلوا ويتجمعوا ويديروا واحد لأيطار ليه وقالوني فهذاك المعبور ديال القرقالات ويأمنوا السلام والصحة للصائق المهانين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة